طيب شاب عحبب تبدأ بيه بص كولر امبرح احنا يمكن يوم الاربع كنا بنتكلم قبل المباراة الاهلي هيبى شكله عامل ازاي طب الاهلي هينزل ضغط من البداية يستغل الملعبة يستغل الجمهور نتيجة جيدة في مباراة الزهاب 0-0 الشكل ده كله احنا كنا بنينه ان الاهلي هينزل شكله مختلف وجميع وينزل ضغط وكلام الكلام ده كله احنا مشوفناهوش الجنل اللي جي بدري غير النمط وغير الشكل اللي ظهر بين النادي الاهلي الاهلي خد احتياجاته المباراة في اول خمس دقيق جبت جون بدري ما كانش في الحزبان ما حدش فينا كان متخيل قليل ممكن يسجل بدري في فرقة منظمة كان عندنا هم نوع تنظيم اه عندهم مشاكل دفعية وكلمنا عنها كتير لكن على الورق هي فرقة منظمة رقميا فرقة من الصعب نخش فيها جون بالحارس امانالا ما ميش تتكلم في قبل المباراة الناهاية 12 مباراة دخل في مرمى في مباراة واحدة و11 مباراة كلينشيت فحارس كبير جدا كان من الصعب اللي انت سجل في مرمى فانت جبت جون بدري غيرت نمط وشكل النادي الاهلي فالميزة اللي كانت عند التراجي ان هو كان على لعب النادي الاهلي وهو بيضغط فيستغل المساعات الموجودة في تفاعل النادي الاهلي اللي حصل عكس كولر بزكاء واحد من اسكى المدربين اللي شفتهم جون كورة المصرية بعد المانو الجزيه بيعرف يتعامل ازاي مع التفاصيل جوه المباراة مع التفاصيل اللي موجودة عند الخصم هو عارف طول ما كورة في رجل لعبت التراجي هي فرقة فقيرة وده اللي احنا شفناه في مورات الزهاب كان مساي طلعا الجيم كان مسك الكورة طول 90 دقيقة لكن مفيش خطورة على مرمى نادي الاهلي رغم انه بيرعب على ملعبه وبيلعب وسط جماهيره قرر معهم نفس الموقف ده وكولر هو اللي حط التراجي في الموقف ده ساب له كورة قاله اشتغل ولعب زي ما انت عايز بس التلت الأخير هو ملك النادي الاهلي صح والاهلي نجح في ده طول 90 دقيقة انا كنت في الملعب وكنت قاعد وراء كولر بالزبط شافت علاماته اللي عيبا كت عاملة ازاي حتة الحفاظ على الفرقة بتلعب كتلة واحدة طول 90 دقيقة كانت صعبة وجات وقت عليها ما كتش الدنيا ماشي احسن حاجة في الفترة اللي كان بيهرب فيها ينسس ويخش في العمق ما بين الخطوط عملت شوية ازمة نادي الالف او ربع سعف شوط تاني لكن هو طبعا تغييرها زكية لعملها بتاعة ديانج وحل بيها القصة دي كمان في ورقة راحت لديانج في اللحظة اللي كان افشا بيسدد الفاو اللي جي في العرضة ممكن انا شفت الورقة اللي ادقى لعبد المنعم وبعتها لديانج بعديها بدأت الاحظ ان ديانج بقى يضغط على الترجي من قدام وبدأ التأخير اللي كان عامله طول 90 دقائق اتحول في اخر 10 دقائق بدأ ان الاهل يوصل كتير لمرمى الترجي وحول الضغط في اخر 7 دقائق ده نقلوا لقدام وزق الفرق لقدام فهم درب من مدربين الاسكية اتعامل مع المباراة بكل تفاصيلها ونجح هايل